اشتركوا في القناة وفي تيديكس أمستردام نفس الستيج هذا في أمستردام تحدث المصور جيمي نيلسون اللي واضح معكم في الصورة هو أصلاً مصور بريطاني لكنه عايش الآن في أمستردام وتحدث عن مشروعه الفني العظيم قبل أن يذهبوا كان عنده فكرة أنه يوثق الشعوب الأصلية التي ما زالت الآن تعيش في نفس الثقافة القديمة ممكن تذكرون أنتم الهنود الحمر كيف كانوا لابسين اللي كانوا يمثلون لنا الأفلام اللبس الريش هذا والخيام من السعف في ناس ستل عايشة نفس الموضوع الآن في زمننا الحاضر فكانت هذه مهمة جيمي نيلسون أنه يوثق هذه الشعوب قبل أنها تنقرض مع العالمة اللي صايرة الآن فأنطلق في رحلته لمدة ثالث سنوات وزار أغلب القرى من أفريقيا إلى شرق آسيا إلى نيوزيلندا والنيبال ووثق هذه الشعوب وتخيلوا أنتم كيف المعاناة كيف يتواصل مع القبائل هذه اللي ما زالت متمسكة في عاداتهم وتقاليدهم السابقة فواجه خلال ثالث سنوات تعب شديد أنه يطلع لنا بالفيلم هذا الذي أسماه Before the Passaway ما زال موجود في اليوتيوب وفي موقعه الشخصي وما زال المصور يقيم المعارض لهذا الفن فهذه الأشخاص عندما ترون الصورة هذه تعتقدون أنها من فيلم أو من الصور قديمة هذه العوائل أو هذه القبائل ما زالت تعيش في وقتنا الحاضر فكانت مهمة أن يوثقهم قبل ما تنقرض مع الزمن الحاضر ألهمني المصور جمي وانطلقت في رحلتي قبل سنتين تحديدا انطلقت في رحلة من إحدى أحلام حياتي أني أسافر وحيدا ما أحمل معي إلا شنطة الباكباك وكاميرتي أعيش المغامرة في رحلة ما يشغلني فيها إلا التصوير انطلقت إلى الهند وكانت من شروطي في الرحلة أني ما أزور المدن الكبيرة أو أسكن فنادق الفايف ستار كنت أبغى أكون قريب للشعب الهندي وأقرب إلى عاداتهم وتقاليدهم نزلت نيودلهي من بكرة أخذت طيارة إلى جودبور قبل ما أسافر وقفت عند شركة سياحية فقلت لهم أبغى سائق خاص أنا شخص موثق ومصور أبغى سائق خاص يكون يأخذني من المشوار جودبور جيبور بوشكار أقرأ المناطق هذه فكانت الشركة السياحية مستغربة يعني ما أدعك القرى هذه في عندنا منتجعات تبغى منتجعات مسابح شلالات قلت لأ أنا أبغى المناطق هذه اسما أبغى سواك نطلع من المكان هذا لمدة 12 يوم إليه نعجعني لمطار الشركات السياحية تعرفون يبغوا أن يستغلون في الكوبونات والبرامج السياحية فاتفكت على هذا الشي ومشينا في نصف الرحلة حصلت مشكلة مع الساق قال لي نبغى نروح نركب البعارين جولة سياحية قلت لبعارين قال لي قلت لك كثرة الله عندنا البعارين أجل هند أركب البعارين أنا أبغى أصور قال لا لازم طبعا لماذا نلبزن ويستفيدون قال لا لازم معنا الجولة هذه تركب البعير يأخذ بكلفة بزي بعشر ريال وتنزل قلت لا لا أنا لا أجل تركب البعير أنا أريد أن نمشي فحصل خلاف بيني وبين الشركة قال السواق أنا أمشي و أجدك هنا قالت حسنا قالت تقلز هنا ما رح ترجع ما رح تعرف كيف ترجع نيودالهي قالت ما عندك مشكلة وأنا كنت أقول في نفسي هذا هل أنا أبيضا أنا أبغى أضيع أبغى عيش التجربة فتركني سواك في هذه الصورة في بوشكار كنت أقول لني بنفسي يا فهد أنت الآن في قرية في صحراء الهند لا معك سيار لا معك أي شيء فكان شعور مخيف مخيف لكنه فعلا كنت تعيش التجربة تعيش المغامرة طبعاً كانوا يسألون أصحابي لماذا يا فهد تذهب إلى الهند ما فيها الهند يا فهد سأذهب إلى أي منطقة ثانية الهند عدد سكانها 1.2 مليار نسمة هذه الأحصائية كانت عام 2001 بعدها لم يكنوا يأخذون أحصائية فما زال العدد يتزايد فيها 21 لغة رسمية مسجلة في الدستور 21 لغة في دولة واحدة فيها أكثر من 1600 لهجة محلية و15 عيد رسمي في السنة و28 ولاية فكانت الكم الهائل من الأرقام هذه في كل مكان تجد لك موضوع أنك تتصوره فكانت تشبع شغفي أني في كل قرية تجد ثقافة تجد ألوان تجب ملابس تجد أشخاص تجد عادات فكمصور فتغرافي يطمح إلى توثيق حياة الناس كانت الهند هي الوجهة الأولى التي يفكر فيها من التناقضات التي في الهند التي عشتها أنا هناك أنك تجد أشد أنواع الفقر وأغنى أغنياء الناس في نفس المكان تجد الجهل المطبق والعلم الساطع في نفس المكان تجد العلماء إن شاء الله من الهنود والأطباء وتجد الناس الذين لا يعرفون يفكون الحرف مثلا فتجد أغنياء الناس في الشارع في سيارات رانجر وفرور ومرسيدس وتجد الناس الذين لا تجدوا مكان تسكن فيه في الصورة هذه هذا تجمحل الذي يعتبر أهم معلم سياحي في الهند واحد من عجائب الدنيا السابع كنت أرى الناس العشوائيات التي لا أتبعد عن سور تجمحل إلا أمتار فهذا التناقض مستحيل تجده في أي مكان في العالم فكنت أطلع من تجمحل وأجد العشوائيات وأجد الناس كأنك طلعت من دولة سياحية إلى دولة من العالم الثالث لما نرجع موضوع الشركة السياحية لما تركوني في الشارع ومشيت حصلت لوحة صغيرة على اليمين فندق ومدرسة للتعليم كوب الخيل فطرقت الباب وطرع لي شخص شخص بوهته غريب يعني ليس هندي فسألت عندي غرفة قال عندي قلت بكم سعر قال لي بعشرين ريال قلت بخير فسكنت عنده يوم يومين وأنا سأل في أنوية اكتشبت أن الرجال كنادي فكان يقول لي أنا مهاجر من كندا من ثلاثين سنة وعايش في المنطقة هذه لي ثلاثين سنة في بوشكار أنت أول سعودي أقابله في حياتي وشعبك هنا فشرحت الموضوع أني أنا مصور وأني أطمح في توثيق الشعب الهندي فعطاني بعض النصائح وإطلقت له هذه الصورة التي كانت مقصدي أني أسكن عنده يعني شخص بعيون زرق وبدقين أبيض فعلا شدني أني أصوره فإطلقت له هذه الصورة هذه المواقف ما تحصل إذا أنت بتروح مع شركة سياحية وتسكن في فنادق الفايف ستار وتعيش زي السفرة اللي آن ما أخوذ أنا كنت أشوف أنه السفرة الآن أنك تطلع مثلا باريس أو لندن وتسكن بالفورسيزن أو أي هتل أنت رح تغير جو لكن السفرة الحقيقي فعلا أنك تنزل للشارع وأنك تشوف الشعب الأصلي وتأكل من أكلهم وتعيش حياتهم بحيث أنك ترجع وأنت معك معلومات وتجارب عن الثقافة اللي أنتزرتها طبعا بعد مشكلة الشركة السياحية توحكت شوي سفرت بالتوكتوك من ديرة لديرة توكتوك مشويرة الصغيرة لكن سافرت فيه وركبت الدباب وركبت القارب فكانت كل هذه الأشياء وقتها كانت متعبة علي جدا لكن لما أتذكرها الآن في الصور أحسني فعلا عشت المغامرة أحسني أن هذه السفرة ممكن أقصها لعيالي أنا تعبت أنا سفرت في سفرة اكتشفت المجتمع الهندي طبعا طبعا الدباب أنا كنت أخاف منه جدا لكن في الهند اضطريت أني أركب الدباب وأحسني ركبت الدباب في أسوأ مكان ممكن أن تسوق في دباب هذه بعض الأعمال التي تقتها في الهند في الأعمال التي أرى أنها توثيقية لحياة الشعب الهندي من احتفالات أو من الكرام أني كنت أقول كان أخوي فيصل يقول لي أن الكرام ليس على الغناء الكرام نابع من القلب وهذا الشيء فعلا أنا حسيته بالشعب الهندي على فقرهم وقلت حيلتهم وكنت يدخلوني إلى أقصى بيوتهم بإطمئنان وبثقة كانوا يضيفونني فكنت أقول الكرام ليس بالمادة الكرام فعلا من أصل الإنسان هذه العائلة تسكن بضع أمتار من تجمحل تجمحل الذي يعتبر أهم معلم سياحي في الهند يسكنون على متر في متر وعندهم الجاموس وهذه حياتهم فهذا التناقض العجيب يحسس أنه فعلا نحن بخير الهند فيها تعايش عجيب جدا ما شفته في أي بلد العالم التعايش بين المسلم والهندوسي بين السيخي وبين اللاديني كنت أشوفوا بالشارع على فقرهم وقرب بيوتهم ما بينهم أي مشكلة كانوا أطفالهم يلعبوا بنفس الشارع كنت أصورهم وكل من ديانة ثانية أو من مذهب ثاني لما يحين وقت الصلاة كل يذهب إلى معبده فهذا الشيء ربا في نفسي أنه التعايش في كل إنسان لكن فيه جهات أخرى أو الإعلام أو يأثر في الناس أنه يدخل فيهم النزعات هذه هذا الشخص هذا الشخص كان جداً فقير من أفقر الأشخاص اللي شفتهم في الهند وأثر في شخصيتي جداً استسمحت منه جلست نوية وقد أعطي نوية في الكلام هذا الشخص الذي أمامكم لا يملك أي شيء رصيده في الحياة الصفر لا زوجة لا بيت لا أولاد لا فلوز لا يملك إلا المنابس التي عليه فيقوم من نوم الصباح يسعى إلى لقمة عيشة عشان يرجع في الليل وينام في نفس مكانه حتى الكلب عزكم الله الذي جارس بجمه ما يملكه هذا صديق فلما شفت وضعه أنا قلت هذا الشخص من يقوم الصبح يرجع ينام هو يفكر كيف يأكل نحن أحياناً نمشي في الشوارع نحتار وما نأكل من المطاعم فهذا الشيء فعلاً عندما تصور المناطق هذه تربي في نفسك أنه ما زل نحن بخير الكلمة الأخيرة التي أقولها أنه مهما صار من مصائب ومهما صرت في يوم من الأيام أنت حاسن أنك شايل الدنيا في قراسك أو فيك مشاكل في أي شيء صار لك في دراستك أو في حياتك الزوجية أو في ماديتك تذكر هذا الشخص الذي ما زال لا يملك أي شيء ومع ذلك مبتسم ويسلم أشكركم على حضوركم من اليوم وأحب بالأخير أشكر الوالدة أمي العزيزة موجودة هنا الله يعطيه العافية ظهر قطعنا عن عهود المغرب اليوم فجاي من العصر الله يعطيه العافية وأحب أشكر زوجتي أيضاً الذي اسمحت لي أن يسافر وحيداً شكراً لكم والله اقوم الأفضل شكراً لكم والله أصيكم الأفضل